رمضان قديروف اتهم هذا اللواء بالتحديد بأنه كان المتسبب في خسارة مدينة ليمان الاستراتيجية ضد القوات الأوكرانية واليوم نستمع لهذه الأخبار التي تتحدث عن إقالته فكيف ترى هذا الأمر؟ رمضان قديروف شيء مؤسف جدا أنه واقف إلى جانب روسيا خصوصا ما فعلته روسيا في أهله وما فعلته روسيا في بلده الشيشان وهو ملكيا أكثر من الملك وهو كان بيدعي أنه هو شخصيا سيحتل لكييف وبيدعو لحرق وتدمير المدن الأوكرانية فهو شخص يعني شخص هو عبارة عن شخص زليل لبوتين وإذا كان هذا الجنرال هو السبب عن سقوط ليمان مازع عن سقوط المدن الأخرى التي سقطت مازع عن كييف مازع عن كل هذه الجبهات مازع عن ضرب شبه جزيرة القرم أكثر من ثلاث مرات فلا يعني هو الحقيقة السبب الحقيقي هو أن أداء جيش الروسي بالصفة عامة أداء سيء في هذه الحالة ليس الجنرال بعين